17 عاماً ويزيد والعراق في ظل فوضى سياسية تغيب معها ملامح الحكم المؤسساتي فلا المنظومة الحاكمة القائمة تملك أسباب البقاء ولا تتمتع بمواصفات النظام سواء كان ديمقراطياً أو قمعياً ومع ذلك ظلت قائمة طوال هذه المدة مع انعدام كل الأسباب التي تؤهلها للبقاء إلا سبب واحد يكاد يكون الجواب الشافي لهذه الحالة الغريبة الإرادة الدولية بترك العراق بدون مقومات قيام دولة أنظمة قمعية كانت أشد مركزية وأقل إجراماً من المنظومة القائمة في بغداد ومع ذلك عندما أرادت الدول الكبرى إسقاطها سقطت في فترة وجيزة وما حصل في بعض دول الربيع العربي خير مثال في العراق تتهيأ كل الظروف لرحيل المنظومة الحاكمة فساد مستشر على جميع الصعود غياب القانون مؤسسات حكومية معطلة صراع حزبي شديد ميليشيات لا تلتزم بعقد سياسي موحد تبعية للخارج متعددة الأوجه وفوق ذلك شعب بمجمله رافض للمنظومة الحاكمة يثور عليها بشكل يومي متواصل على مدار السنين الأخيرة لكن القشة التي تقصم ظهر العملية السياسية ما زالت غائبة المتابعون للمشهد السياسي في العراق يدركون عدم إمكانية استمرار المنظومة الحاكمة بشكلها الحالي لكن السقوطها المفاجئ يبقى مرهونا بالإرادة الدولية أو بعبارة أدق في الوقت الذي يأمر المجتمع الدولي بنزع أجهزة الإنعاش عن المنظومة التي منذ ولادتها تعد ميتة سريريا لكن المستفيدين من فوضى العراق أرادوا وجود هيكل سوري يسمى مجازا نظاما حاكما